في خضم أزمة الاتفاق النووي تهران تصاعد اللهجة مع دول الاتحاد الأوروبي وتستخدم الخروج من الاتفاق كورقة ضغط على الدول الأوروبية إيران قالت إن قرار الولايات المتحدة يفرض عقوبات على المرشد وكبار المسؤولين أغلق بشكل دائم طريقة ديبلوماسية بين تهران وواشنطن وفي مكالمة هاتفية أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسرع من تخصيب اليورينيوم بعد أن تنتهي المهلة الإيرانية الممنوحة للدول الأوروبية كي تتحرك لمنع هذا الدول الأوروبية رغم تمسكها بورقة الاتفاق لم ترحب بالتهديد الإيراني فحذر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بأن انتهاك إيران للاتفاق النووي سيكون خطأ جاسي بينما وصفت كل من بريطانيا وألمانيا تملص تهران من التزاماتها في الاتفاق بالخطوة غير المرحب بها على خلفية هذا التصعيد أعلن الاتحاد الأوروبي عن استضافة العاصمة النمسوية فيينا لاجتماع يضم الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري بهدف استكمال تنفيذ بنود الاتفاق النووي رغم انصحاب واشنطن منه وتقول الولايات المتحدة إنها تهدف من خلال إعادة فرض العقوبات إلى إضعاف حكام إيران وإرغام تهران على إعادة التفاوض على اتفاق أوسع خطة يراهن الاتحاد الأوروبي على تنفيذها بإعادة التفاوض وإضافة بندين بما يضمن ضبط سلوك تهران ونشاطها النووي